اشتركوا في القناة جبهتك في اعتاب الله كلما قلت يا رب انا عبد ضعيف كلما ازددت افتقارا اليه كلما غمرك بالعطار كلما رفع ذكرا كلما اعزك كلما القى عليك الهيبة وكلما قلت انا وانا فخرج على قومه بزينته قارون قال فخسفنا به وبداره الارض جرب قل انا يتخلى الله عنك قل الله يتولى الصحابة الكرام وهم نخبة الخلق في بدر وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام افتقروا الى الله وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةِ مُفْتَقِرُونَ ضُعَفَاءُ في حنين أقوى قوة في الجزيرة فتحت مكة ودانت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها بعد حنين قالوا في أنفسهم وهم الصحابة الكرام لن نغلب من قلة قال تعالى وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ يعني درس بليغ درس حنين ودرس بدر ببدر قالوا الله فتولاهم الله بحنين قالوا نحن كثرة فتخلى الله عنه جرّب بعملك بزواجك ادخل إلى البيت قول بسم الله الرحمن الرحمن اخرج من البيت قل اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أن أجهل أو يجهل علي الله بتولاك يسدد خطاك يمتقك بالصواب يلهمك الحكمة يلقي عليك هيبة يهبك الناس قل أنا متفوق عندي خبرات متراكمة الناس كلهم يحبونني ترى استخفافاً من الناس وتخلياً من الناس يصعقك لأنك قلت أنا أيها الإخوة لذلك الدعاء يحتاج إلى خضوع إلى تضرع إلى افتقار أنت حينما تفتقر للواحد الديان يرفعك في أعلى عليين يمنحك الحكمة يمنحك الهيبة يمنحك الوقار يمنحك القوة يمنحك العلم يمنحك يمنحك النجاح التفوض اخضع تذلاً وما لسوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع وما لسوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب الأفضاع لا تعتمد على أحد اعتمد على الله لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله لذلك أدعو ربكم تضرعاً يعني أظهر ضعفك أظهر افتقارك إليه تذلل بين يديه مرغ جبهتك في أعتابك قل يا رب أنا جاهل علمني أنا ضعيف قويني أنا فقير أغنيني أنا لست حكيماً ألهمني بحكيم يعني سيدنا يوسف نبي عظيم قمة في مجتمعي قال رب إن لم تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأك من الجاهلين حتى استقامته وعفته ما نسبها إليه إن لم تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأك من الجاهلين شأن العبد الخضوع وشأن الله العطاء بقدر ما تخضع يرفع شأنك ألم تقرأ قوله تعالى ألم نشرح لك صدغة وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وهذه الآية تنسحب على كل المؤمنين بقدر استقامتك وطاعتك وإخلاصك يرفع الله لك شأن يلقي محبتك في قلوب الخلق إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق لذلك أدعوا ربكم تضرعاً أظهر ضعفك أظهر تذل لك مرغ جبينك في أعتابه أنت حينما تستقر بالوحي الضيان يرفعك في أعلى عده